متابعيني جميعاً على قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة أخيراً شركة متا اي اي فتحت الموقع بتاعها ودلوقتي بقى متاح في مصر ومتاح في الكثير من الدول تقدر انك انت تستخدمه وتخش على متا. اي اي في الوصفة أسفل الفيديو علشان تجربوا ياريت اللي فتح عنده الموقع يقول لنا في الكومنتات هل فتح عندك ولا لسه ولكن هو فتح دلوقتي حالياً في مصر تقدر ان انت تجربه ومتا. اي اي بصراحة فيه كتير قوي أكتر من مجرد انه هو يولد لنص بالذكاء الاصطناعي أولاً بالرغم من انه هو حتى الان بيعمل بنموذج لما 3.1 على الرغم ان متا اي اي طورت نموذج لما 3.3 ولكن نقدر نقول ايضاً ان نموذج لما 3.1 من النماذج المميزة جداً والتاكست المنشأ بالذكاء الاصطناعي منشأ بهذا الموديل من خلال متا اي 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 لكن مفهوش attachment ما تقدرش ان انت ترفع اي ملف علشان تعمله تحليل او analysis هتضطر ان انت تحط النص بنفسك عشان يحللك هذا النص ممكن يحلله ولكن عن طريق copy paste نسخ ولصق يقدر انه هو يحط لك scadual يقدر انه هو يكتب لك email يقدر انه هو يحط لك strategy plan يقدر انه هو يكتب لك مقالة يقدر يعمل لك الكلام ده كله عن طريق النص او توليد النص بالذكاء الاصطناعي مفيش اي مشكلة فيه يعني نعمل كده بشكل سريع تجربة لو انا رحت هنا عشان اسأله ممكن اقول له بالعربي قم بكتابة post عن اهمية نماذج الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى او الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى فهنا هو حيبتدي يكتب لي باللغة العربية انا بس بوريك انه هو بيدعم اللغة العربية بشكل عام هو بيكتب لك البوست اللي انت عايزه ولكن هو لسه باللغة العربية بيمبروف نفسه او بيطور من نفسه عشان كده حتلاقيك بعد ما يخلص حقولك انه هو ما زال بيطور من نفسه في اللغات الاخرى فممكن يكون بيعمل error لكن باللغة الانجليزية حيكون جيد جدا في النتائج اللي انت بتحصل عليها وطبعا لازم تكون عارف ان انت عشان تقدر تخش على متا اي اي حتخش باكاونت الفيسبوك او اكاونت انستجرام عشان برضو النقطة دي مهمة حاجة برضو مهمة لو انت روحت لي البروفايل بتاعك وروحت للسيتنج هتلاقي ان انت تقدر تتحكم في الابيرانس auto light dark زي ما انت عايز download your information ممكن انت تطلب request للinformation بتاعتك اي وقت وممكن تdelete your information طبعا لما هتديليت الconversation دي مش هيتأثر اي حاجة موجودة على الماسنجر او واتساب او انستجرام فاخد بالك ما تقلقش اوي من الموضوع ده انت هتبقى فاكرة ان هي هنا خلاص الديليت انا هعمل ديليت لكل حاجة لانت هتعمل فقط ديليت الconversations او المحادثة اللي تمت ما بينك وبين الذكاء الاصطناعي تقدر تقف على اي اي محادثة وتعمل ديليت وتقدر ان انت تسميها تعمل لها رينيم علشان ترجع مرة تانية لها في اي وقت طبعا اي محادثة هتتمي بينك وما بين الميتا اي اي تقدر هنا مثلا تعمل save تعمل save لجزء معين داخل المحادثة مش لازم تعمل save للمحادثة ككل في جزء ايه معينة وانت بتعمل محادثة عجبتك فبتروح هنا تعمل save تدوس على save هلاقي بقى الحاجات دي موجودة فين موجودة في saved انت عرفت دلوقتي ازاي بتعمل ديليت وازاي بتعمل save وازاي ممكن ان انت تعمل محادثة الحاجة بقى الجميلة جدا الموجودة وهنا يعني بتهم الناس اللي بتنشئ صور به الذكاء الاصطناعي imagine an image وهو عمل صورة بالذكاء الاصطناعي ودايما بفضل ان انا اروح اجيب الامر منه نفسه يعني هنا ممكن اقول له give me a text prompt describe a line in the forest make the scene cinematic مثلا with war colors انا عايزة بقى يديني ايه امر احترافي هو اللي حيديني الامر عطانيه الامر هيخد الامر كده copy وابتزي اروح ل new conversation واختاري imagine an image وابتزي احط الامر وابتزي ان انا اقول له enter ايه الموضل اللي بيستخدمه دال اي to generate ai images عشان يولد صور بالذكاء الاصطناعي بيستخدم دال اي ادي الصور بدأ ان هو ينشئ لي الصور اولا قلت انا عايزها cinematic وعايزة كمان الالوان تكون warm colors تلاقيي الالوان زي ما احنا شايفين بالغالب عليها الالوان اللي هي اللي بيسموها الالوان الدافئة ممكن هنا اروح اقول له edit وابتزي مسلا اقول له what the changes you would like to make make the colors are vibrant فهنا ممكن يعملي edit على الصور زي ما احنا شايفين فادي اول حاجة الedit هنجرب معه دلوقتي كمان الانيميت والانيميت انت ممكن تعمله على صورة صورة ممكن تعمله مع الاربعة هنا غير لي الصور بالالوان اللي انا طلبتها زي ما احنا شايفين تاني حاجة عندي وهي الانيميت طب الصور اللي فاتت روحت لا لو انت روحت هنا هتلاقي ادي الصور الاديما اللي بالورم colors الالوان الدافئة وهنا ادي ال vibrant وهنا ممكن انا اروح مثلا تاني اعمل انايميت او لدول ماشي نعمل انايميت للاربع صور دول هيعمل لي انايميت للاربع صور وحواليك ازاي برضو ممكن ان انت تعمل لي صورة صورة مش لازم للاربع صور انت اكيد مش هتستخدمهم الاربع انت بتختار افضل صورة فيهم زي ما احنا شايفين ادي الانيميشن الخاص بالصورة دي و ادي الانيميشن الخاص بالصورة دي كأنها تحولت لفيديو زي ما احنا شايفين شايفين التناصق في الحركة و ادي الصورة الرابعة تعمل لها انايميت و ممكن بقى ان انت تروح لو انا روحت هنا وقفت على الصورة دي اقدر اروح اقف على الصورة دي وقوله edit لو انا عايز اعدل في الصورة او انيميت و احرق الصورة فمش لازم احرقهم كلهم او اعدل عليهم كلهم وده من المميزات الحلوة جدا الموجودة وبشكل مجاني داخل متا اي اي ايه بقى الموجود تاني جوه متا اي اي ولازم تبص عليه وهو experimental يعني تجريبي وفي اي اي ديموز خاصة بيهم ممكن تروح لهم من هنا او تروح تبص على features الاي اي ديموز من هنا انا هبص على الجديد والله هنحاول كده نشوف افضلهم ايه ونجربه في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى بالنسبة لي features experimental الجديدة الجزء المتعلق بالtranslation تسمع نفسك في another language وهنا بيفتح لك الكاميرا عشان تكون واخد بالك في try it وهنا مثلا ساي انت بتكلم انجليش فتسمع نفسك بالفرنش في الانيميشن اللي هو الانيميتد دروينجز الانيميتد دروينجز ده ممكن احنا ندوس عليه نبص عليه vision ai اسمه vision ai لازم تأكسبت الشروط و try it now هنا بتتحول لfun animations هنا لازم ان انت تقرأ الكلام ده كله قبل ما تعمل له acceptable فالغالب احنا مش بنعمل كده يعني بس يعني مفوض نعمل كده بصراحة اه هنا start with an example هنا مثلا ساي example زي ده وهنا بتبتدي ان انت تقول له next ده ده sketch عادي خالص مرسوم هتبتدي تعمل next بالمنظر ده كده هيبتدي بالذكاء الاصطناعي يحول دروينج دي او الرسمة دي الى animation وهنا مثلا ساي الانيميشن هنا ممكن تحدد حركة تكون في ان هو اريا كده الانيميشن هنا الحركة برضو انتوا عايزوا يتحرك ازاي بتقطر ان انت تتحكم في موضوع الحركة دي انا بصراحة مش يعني مش بروفيشنال في الجزئية بتاعت الانيميشن زي وبتدي ان انا الانيميشن زي ما احنا شايفين ايدي الحركة بتاعته funny jumping walking وهنا في edit و share هنروح مرة تانية نشوف في حاجة تانية اسمها audio box والaudio box دي من الحاجات اللي عجبتني بصت عليها بصة سريعة ان انت بتcreate an audio story with AI voices and the sounds وان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ممكن نبص عليه بصة سريعة هنا مش عايزة الانترو هنا ممكن انت تولد a classic tale او a summary story او science fiction او create a new story ممكن تستخدم صوتك اللي speech ship تعتك وهنا classic tale ممكن اقوله مثلا ولد classic tale قصة classic بالذكاء الاصطناعي حيبتدي ان هو يولدها وبيولده ده اللي هو ولده لك انت ممكن تضيف speech ممكن تضيف sound effect وزي ما قلتلك وفي الاخر بتعمله download ده بالنسبة لي الجزء المتعلق بالaudio box وان شاء الله ممكن نتكلم عن الموضوع ده فيديو منفصل بالتفصيل احنا لسه بنكتشف لسه فاتحه ولسه بنكتشف الحاجات اللي موجودة داخل meta.ai حاول ان انت تستفيد منه سواء في النص او في كتابة مقالة او في توليد صورة وجربوا ياريت تقول لي رأيك في التعليقات اتمنى تكون استفادتم الفيديو النهاردة على قناة info take for you زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعيزاء متنساش لايك وشيرو كومنت دومتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته